السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وأعزائي طلبة الصف الثامن مرحبا بكم في استمرار التسجيل لدروس العلوم المصورة ومع الوحدة الأولى طبيعة المادة ومكوناتها ودرسنا اليوم هو الجزء الثاني لدرس ما المركبات أهداف درسنا اليوم في نهاية الدرس نتوقع منك أيها الطالب أن تكون قادرا على أولا أن تفسر سبب استخدام النماذج في تمثيل الذرات والجزيئات ثانيا أن تقارن بين نماذج الجزيئات أيها بنا نتهيأ لدرسنا اليوم من خلال أشياء تعلمناها في الماضي هل تتذكر أن الذرات والجزيئات هي جسيمات متناهية في الصغر؟ لا نراها لا بعيننا المجردة ولا بالمجهر الضوئي إذا كنا لا نرى هذه الأشياء لصغر حجمها كيف ندرسها؟ وما الذي لجأ إليه العلماء لحل هذه المشكلة؟ فالسر سبب هذا الحل لقد لجأ العلماء أيها الطالب إلى بناء النماذج لأنها تساعد على تفسير أشياء لا يمكنهم رؤيتها هل تريد الآن أن تتعرف على أنواع النماذج؟ ما النماذج التي استخدمت من قبل العلماء؟ النموذج الأول هو نموذج ملء الفراغ النموذج الثاني نموذج الكرة والعصى هيا بنا نتعرف على نماذج جزيء الماء النموذج الأول وهو نموذج ملء الفراغ تتلامس فيه الذرات النموذج الثاني وهو نموذج الكرة والعصى ولكن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن ما أهمية هذه النماذج؟ لماذا تستخدم النماذج لتمثيل الذرات والجزيئات؟ الجواب لتوضيح الشكل الذي يعتقد العلماء أنها تبدو عليه فهي تفسر أشياء لا يمكن رؤيتها والآن إلى النشاط الثاني كيف تقارن نماذج الجزيئات؟ افتح كتابك المدرسي صفحة 29 أطلب منك أن تتفحص نموذج ملء الفراغ ونموذج الكرة والعصى لتمثيل جزيء الأمونية لنسترجع معا تركيب جزيء الأمونية أو النشادر يتكون من ذرة مركزية بالمنتصف هي النيتروجين ويمثلها اللون الأزرق ويحيط بها ثلاث كرات ضيضاء تمثل ثلاث ذرات من الهيدروجين ليكون الصيغة الكيميائية لهذا الجزيء NH3 وهذا هو النموذج الأول النموذج الثاني يمثل أيضا جزيء الأمونية أو النشادر وهو يرمز إليه بالرمز NH3 إذا أردنا أن نقارن بين كلا النموذجين نموذج ملء الفراغ عن اليمين ونموذج الكرة والعصى عن اليسار سنجد أن كليهما يمثل جزيء الأمونية NH3 ولكن السؤال هل هناك اختلاف بينهم؟ إذا أردنا أن نقارن بين نموذج ملء الفراغ ونموذج الكرة والعصى سنجد أن نموذج ملء الفراغ يبين الذرات وهي تتلامس كما يظهر في الصورة عن يمين الشاشة بينما في الصورة عن يسار الشاشة نموذج الكرة والعصى يمتلك عصياً كل عصى تمثل قابطة كيميائية بين الذرات رأيك الآن أن نأخذ مثالاً على نموذج الكرة والعصى إنه جزيء يسمى بوك مانستر فالرين ما هو نموذج جزيء بوك مانستر فالرين إنه يظهر في الصورة عن يسارك وهو يتكون من ذرات كما ترى جميعها باللون الأسود ولكن عدداً كبيراً من الذرات يظهر نعم توقعك في محله إنه يتكون من ستين ذرة من الكربون جزيء ضخم ويعتقد أنه مفيد لنقل الدواء وتوزيعه داخل الجسم كما يعتقد أيضاً أن هذه المادة بوك مانستر فالرين تصلح كمادة تشحيم لأنها مادة زلقة والآن هيا بنا الآن نجيب عن هذه التساؤلات السؤال العام هو كيف تقارن نماذج الجزيئات؟ لدينا شكلان شكل A وشكل B يظهران عن يسار الشاشة يمثل الشكلان A وB جزء الميثان من يتذكر صيغته الكيميائية؟ أحسنت كأني أسمعك تقول CH4 فذرة السي هي الكربون تظهر في المنتصف كذرة مركزية باللون الأسود ويحيط بها أربع ذرات من الهيدروجين باللون الأبيض في كلا الشكلين أي الأشكال السابقة تمثل الجزيئات في هيئة أشكال ثلاثية الأبعاد؟ هل تعلموا ما معنى ثلاثية الأبعاد؟ 3D كما نسميها ما هي الأشكال؟ هل هو A أو B أو كلاهما والذي تظهر فيها الجزيئات وكأنها 3D أو ثلاثية الأبعاد؟ أحسنت الشكلان كلاهما يظهر في شكل ثلاثي الأبعاد سؤال الثاني أي الأشكال السابقة يتم تمثيل الروابط الكيميائية بها؟ أين العصى؟ أين العصى التي تمثل الرابط الكيميائي؟ نعم، الشكل A سؤال الثالث أي الأشكال السابقة تمثل نموذج الكرى والعصى؟ الشكل A أحسنت السؤال الرابع أي الأشكال السابقة تمثل نموذج ملء الفراغ؟ إنه الشكل B ما رأيك الآن أن نمثل نماذج الجزيئات لكل من جزيئ الماء وجزيئ غاز الميثان؟ هيا بنا نرى جزيئ الماء أولاً H2O، هذه الأو، ذرة الأكسوجين، وحولها ذرتين من الهيدروجين لنكون جزيئ الماء أولاً، سيظهر نموذج ملء الفراغ، الظرات متلامسة، والآن نموذج الكرة والعصى، ويظهر فيه الروابط الكيميائية بوضوح لتمثل جزيئ الماء H2O الآن مع جزيئ غاز الميثان، ذرة الكربون بالمنتصف، وحوله أربع ذرات من الهيدروجين C-H4 هيا بنا نرى كلا النموذجين نموذج ملء الفراغ لغاز الميثان، ثم نموذج الكرة والعصى، ويطلح فيه الروابط الكيميائية بوضوح لغاز الميثان C-H4 جئنا معكم الآن إلى ملخص الدرس اتفقنا أن العلماء لديهم أنواع مختلفة لنماذج الجزيئات يستخدمونها بتوضيح شكل الجزيئات التي يعتقدون أنها تبدو عليه حيث إنه نماذج ملء الفراغ تبين الذرات وهي تتلامس أما نماذج الكرة والعصى تمتلك عصياً لتمثيل الروابط الكيميائية بين الذرات وصلنا معكم الآن إلى جزئية التقويم افتح الكتاب المدرسي صفحة 31 السؤال الثاني الذي يقول لماذا يستخدم الكيميائيون نماذج الجزيئات؟ هل لأن الجزيئات متناهية في الصغر وتساعد نماذجها على تفسير أشياء لا يمكنهم رؤيتها؟ أم لأن الجزيئات كبيرة جداً بحيث يمكنهم استخدامها؟ أو لأن المجهر الضوئي اللازم لمشاهدتها مرتفع الثمن؟ وأخيراً أو لأن النماذج أكثر دقة من الجزيئات نفسها؟ ما رأيك؟ أحسن الجواب الأول لأن الجزيئات متناهية في الصغر وتساعد نماذجها على تفسير أشياء لا يمكنهم رؤيتها ما زلنا مع جزئية التقويم كتاب الطالب صفحة 32 السؤال الرابع يمثل الشكل الذي ظهر أمامك نموذج الكرة والعصى لجزء الجولوكوس ما الذي أدرات؟ لاحتوائه على كرات وعصي والعصي كما أسلفنا تمثل الروابط الكيميائية والمطلوب منك فيما يختلف نموذج ملء الفراغ عن نموذج الكرة والعصى الظاهر أمامك لهذا الجزء جزء الجولوكوس أحسنت يبين نموذج ملء الفراغ الظرات وهي تتلامس بينما يمتلك نموذج الكرة والعصى الذي أمامك عصيا لتمثيل الروابط الكيميائية بين الظرات كما يظهر في الصورة عن يسارك السؤال رقم بي استنتج الصيغة الجزئية للجولوكوس بالنظر إلى مفتاح هذه الصورة في أعلى يسار الشكل 1-16 نجد أن الكرة السوداء تمثل ذرة الكربون والبيضاء الهيدروجين أما الكرة الحمراء فهي تمثل ذرة الأكسوجين إذن كم ذرة من الكربون تظهر أمامك أحسنت 6 ذرات وكم ذرة بيضاء أي تمثل الهيدروجين 12 وكم ذرة حمراء تمثل الأكسوجين 6 ذرات إذن فالحاصل النصيغة الجزئية للجولوكوس C6H12O6 لازلنا عزيزي الطالب في جزئية التقويم السؤال رقم 2 في كتاب الطالب صفحة 31 السؤال يقول صف أو ارسم نماذج الكرة والعصى للتمييز بين H H2 2H 2H2 لنذهب ونتعرف على الشكل الأول H H تمثله ذرة واحدة وهذه الذرة نشير إليها في هذا النموذج بكرة وحيدة خضراء لا تحتوي على أي عصي لأنها لا تحتوي على أي روابط بينما في حالة H2 H2 عبارة عن جزئ الهيدروجين الذي يتكون من ذرتين من الهيدروجين تمثلهما هاتان الكرتان وبينهما رابطة كيميائية تمثلها عصى أما في حال 2H فهما ذرتان منفصلتان كما ترى ليس بينهما أي رابطة ولا يوجد بالتالي رسمة لعصى 2H2 جزئين اثنين من غاز الهيدروجين كل جزئ يحتوي على ذرتين اثنتين تمثلهما كرتان خضروان بينهما رابطة كيميائية هذه الرابطة الكيميائية يشار إليها بهذه العصى اغطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح